اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ثانيا ثالثا في النجوم الزاهرة لاحظ انا فقط اتيت بهذه الشواهد حتى ابين لكم حتى نتيقن ان الحكم هناك كان يبيح المنكرات يبيح الخمور يبيح اللذات والمنكرات القضية كانت مشارعنة القضية كانت قانونية القضية كانت مضبوطة من الدولة ومحمية من الدولة الدولة الاسلامية بين قوسين ثالثا في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الجزء الثاني في صفحة 173 قال ابن تغري بردي يقول تحت عنوان سلطنة الملك العادل على مصر يقول وقال ابو المظفر شمس الدين يوسف بن قز اغلي يوسف بن قز اغلي في تاريخه قد ذكرنا وقد ذكرنا احواله في السنين ينقل عن شمس الدين يقول وقد ذكرنا احواله في السنين الى ان استقر له الملك وامتد من بلاد الكرج الى همذان والجزيرة والشام ومصر والحجاز ومكة والمدينة واليمن الى حضر موت كان ثبتا خليقا بالملك حسن التدبير حليما صفوحا مدبرا للملك على وجه الرضا عادلا مجاهدا دينا عفيفا متصدقا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يقول التفت جيدا هذا الكلام عن من عن الملك العادل يقول طفر او طفر طفر او طفر جميع ولاياته من الخمور او طفر جميع ولاياته من الخمور والخواطئ والقمار والمكوس والمظالم لاحظ كل هذه في بلاد الاسلام كل هذه في بلاد السلطان الزنكي وحماية السلطان الزنكي وفي ولاية السلطان الايوبي وحماية السلطان الايوبي وامضاء السلطان الزنكي والايوبي وشرعنة السلطان الزنكي والايوبي الى ان جاء الملك العادل منع هذه منع الخمور والخواطئ والقمار والمكوس والمظالم لاحظ في كل الولايات يقول تفر جميع ولاياته من الخمور والخواطئ والقمار والمكوس والمظالم وكان الحاصل من هذه الجهات المنكرات بدمشق على الخصوص لاحظ هذه تجرب الوارد يحصلون منها يجبون منها الأموال يقول وكان الحاصل من هذه الجهات المنكرات هذه الجهات المنكرات وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص كان تحصل منها الدولة مئة ألف دينار يقول تنازل عن هذه الأموال أموال سحت يقول تنازل عن هذه فأبطل الجميع لله تعالى وكان واليه على دمشق المبارز والمعتمد أعانه المبارز على ذلك عندما يذكر المبارز والمعتمد ظهر المعتمد لم يعنه على هذا كان من أولئك الذين يذهبون إلى تلك الأماكن لا نعلم الله العالم يقول وكان واليه على دمشق المبارز والمعتمد أعانه المبارز على ذلك يقول أقام رجالا على عقاب قاسيون وجبل الثلج وحوالي دمشق بالجامكية والجراية يحرمون أحدا يدخل دمشق بمنكر يعني كانت التجارة طبيعية بالمنكر إلى دمشق منع هذا يقول بلغني أن بعض المغاني لا ننسى هذا الكلام في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة يقول بلغني أن بعض المغاني دخلت على العادل في عرس فقال لها أين كنتي يقول بلغني أن بعض المغاني دخلت على العادل في عرس فقال لها أين كنتي فقالت ما قدرت أجي حتى وفيت ما علي للظامن فقال وأي ظامن قال الظامن القيام فقامت هذا ظامن المغنيات التي تشتغل به هذه المنكرات فقامت عليه القيامة وطلب المعتمد وعمل به ما لا يليق قال والله لئن عاد بلغني مثل هذا لا أفعلن ولا أصنعان